تصوف هو أقرب إلى المسيحية أم إلى الإسلام؟ هذا اللي بدي وضحه أنه هو من مذهب خاص مسلك روحي يأخذ به الإنسان نحو الوصول إلى الحقيقة لكن يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق هذا حديث صحيح؟ بغض النظر إذا كان صحيح ولا لا لا أنا أمي بهذا حديث بس أنا عفل لا أنا الأصد بغض النظر يعني العبد الله لا نقول قال رسول الله هذا تكذيب عن النبي لا ننسب إلى النبي شيخنا شيخنا تنقل نقل بأمان إذا تسمح لي إذا تسمح لي ليس القصد في الكذب إن كان الحديث بصادق أو محاول ومنصوب إلى الرسول أو لا العبرة في هذا الموضوع أنت بتؤمن بهذا تؤمن أن كل إنسان له بصمة خاصة نعم في علاقته مع المعشوق الأول أنت عتبرت مرتد عن الشيء على مالك طبعاً أكيد لأن وفاجر ويعني فاسق وفاجر ومرتد ليه؟ هناك أسباب كثيرة أول سبب من هذه الأسباب هي سبب سياسي السبب الثاني سبب عرف مجتمع تعودت الناس على إطار معين من الأعمال والأفعال والطقوس والشريعة وأظهرت أن هذا الشخص الذي يظهر من مكان ردود أو منشد إلى مكان آخر يغني إلى أبيات إلى ألف سنة أو 800 سنة أبيات فيها شرك بالله مثل أعطيني قل لي شيء للحلاج تفضل كيف يمكن أن أعوذ قل لي أبيات الحلاج شرك أنا هو وهو أنا هو وحالي حلونا بدلا سمعني شيء من ما تقوله من الإنشاد الصوفي تفضل أنا عم تطلب منه الإقرار بما هو كفر لحظة أنت تتحملي المسؤولي أنا لا تتحمل أنت لا تتحمل أنت أقول استغفر الله العظيم لا أنا أريق إلى الله وفأنه جامل لا 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 ليس كفر هذا شيء حملا ليس كفر عزامك ليس كفرا كفر أنا حق إجاوب على الكلام نسمعته أنا من حتى أصنف بكفر بكفر أو لا ما دخل مين حجمه مين أقوى من مين ومين رمه لا تقلي من قال لا تقلي من قال لا تقلي من قال إذا كان الحلاج قضية جدالية أنت ربا حتى تحكم بكفر الله لا لكننا من يقصف على متقاده أستاذ عزيزي نحن نأتي بمتقاده نعم ونفلطر كلامه نعم ونحكم عليه من خلال المتقاده إن كان المنسوبة ألا هذا ماذا عنكم الاعتراض نسمع خلونا نسمع صد الله لا لا ما مظبوط هيدا منوك هيدا كلامك للشي بدعان دايما كلامك للشي أنه نحن ما مظبوط كلامك لست ربا لست ربا لست ربا حتى تصنف الناس على نك أكيد هل رأيت الحلاج عندما مات عندما نطق بذاك الحب هل رأيته ما لينا أنا عم بحكم على ما هو مخالف لعقيدة الإسلام نستعدين تسمع وتفضل أنا ما بدي أسمع بدي يفن لا أنا بدي أسمع الكفر ما بدي أسمع الكفر تبري تطرف ما بسمع للحلاج ما بسمع معي هيدا عدم هيدا عدم هيدا عدم أنا ما بدي أسمع الغنية أنا أسمع كفر يا خي ما بدي أسمع يا شيخ أنا أسمعت أننا كمسيحيين كفار كيف سألتك لحظة هو عم تجسد والتطرف هيدا اللي عم تسير هلأ لا هيدا هو التطرف فضل فضل بالنسبة للتطرف وانت ما عندك أسر عم تجسد التطرف يعني أنا ما عم بطردك نلحظة هيدا هو التطرف تحديته عدم تقبل للآخر يا شيخ لا ترعيوا أنا حر ما بدي أظهار أحسين خروجك أحسين خروجك يا خي اللي أنت عم تعبر عن فكرك أنا ما عندي مستعد أني أقرب أنا يمكن فيها مخالفة شرعية أنه أقعد أسمع لا تبقى لا تبقى لا تبقى يا أحسين ما كلمة شيخ بتقرر أحسين بس هيدا اللي عم تعمله هو عم تجسد موضوع ما اللي بدنا الناس هيدا هو موضوع التطرف عدم تقبل مش هم تقبل مش هم تقبل لا لا تفضل علينا سيئة عنك عود سمعني شوي كي ما تفضح يا أولا إذا أنت مش هم تقبل وما تتقبل خلص خلص أنت سجلت موقفت خلصنا لا 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 سمحت وشيحتي معنا خلص أنت بدك تواجه إذا مردت عليها قدام العالم أنت بدك كلمة دياء تمنح موجود شو سفى ما تتقبل بتقوله خلص حسين يعني للأسف أنت خسرت نظيف نحنا حابين كنا الليلة نسمع تجربته تجربته غنية بالغناء الصوفي أراءه اللي منحترمة طبعا أنا بدي وجه تحية شكر طبعا لشيخ أحمد حويلي ولتجربته في الغناء الصوفي ولأراءه ولخياراته بالحياة خسرنا نحنا والمشاهدين أن نسمع هالتجربة بسبب هيدا الموقف اللي صار وأيضا بسبب عدم تحمل شيخ أحمد حويلي للاختلاف مع حسين للأسف هيدا شي صار ما كنا منحب يصير ولكن يمكن هيدا نموذج صارخ عن التطرف وعدم تقبل الاختلاف للأسف شيخ كمان عم تقوليله الله خليك يبس فيه أحنا شيخ صوفي شيخ صوفي لا 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 مش شيخ مش شيخ لا لا اللي صار هلا أحسين هو تجسيد التطرف فل الضيف بسبب عدم تقبلت لي فليكن بما يؤمن به يا تسلميلي ما فيني أنا اجي يقول له لوحد تعسم معني قصيدي كلها كفر وقعد اسمع وضل قاعد ما تقدر إذا انت رحت إذا انت رحت أنا مش شيخ رحليك يا بلا ما انت اللي انت علي بيين باطلل عليك انتو أنا عافيني فرز عاود انت كمانا ساعدك إذا نحنا من اعتبر الشيخ بلال دقماء سلفي وأحيانا متطرف عم بيقلك روء عم بيقلك نحنا بدنا نسمعه شو اللي عملتو مابني مجبر اسمع قصيدي فيها كفر وفيها حلولية وفيها شرك وأنا اطلب منه اقعد واستمع ما بقدر انت قلت ووضحت انو انت ما بتقبل هشيخ طيبوا وايك وما زعبتوا هيدا مثال هيدا مجال ما بتطرف ويدا عن اسلام مردل أماتك فيني اسمع رأي العلامة شيخ فعاني يعني نحنا تصرف حسين هو مفترض يكون يعني يرجع لرجال الدين هناك قاعدة والسمع وهناك قاعدة بالاستماع الاستماع من الاستفعال انا لا استمع اسمع فيه يعمل البدو ايه انا ما مستمع ولا امني ولا اعتقد عفوا كنت مستعد تسمع له حتى لو كان كلامه فيه شرك بالدين لا اشكال لانني سأبينه شركة وهو ارده شركة ايه هو مختص ايه 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 ولكن انت صحافي متهم بالتطرف انت صحافي ايه اخر همي قريب من جبهة النصر اخر همي اخر همي اللي بيقولوه مش مظبوط كلامه مش قريب انا كنت قريب من كل التنظيمات الموجودة في سوريا ليه المتطرفي لا لانني موضوعي ومهني ولست كلبا عند الاجهزة المخابرات لانه لما بديكون هيك ساعتا انا الفصائل ما بتقبلني بس انا كنت عند كل الفصائل صحافي انا عزب الله الموجود في لبنان يثق بموضوعية الاعلامية وخليوني اقولوا لا اكيد لانه انا مهني بشغلتي فلذلك انا استطعت انه اخترق حدود جبهة النصرة وحتى اكتر من جبهة النصرة اللي بيسمي حاله الدولة الاسلامية تنظيم داعش فيك تفسلي مهنيا كانسان مهني ليه تطرف ليه تطرف عم بزيد اليوم اسمع سؤالي حسان ليه تطرف فيه تطرف حضرتك كل تغريداتك متطرفة افتعي الملفة احكي كل تغريداتك متطرفة افتعي الملفة احكي انا رح اجاوبك تطرف هيدا اللي هو تغريداته انه سنة مظلومين والسنة اسمع لك خبرك تغريداتك متطرفة نعم بس انا رح اقلك ليش لانه الاجهزة التي تحكم في لبنان اساءت التصرف في مكافحة الارهاب هي اكثر تطرفا يعني هي التي تصنع التطرف في لبنان والمحكم العسكرية كثير من احكامها بحسب كل خبراء القانون اللي مروا عليها تصنع التطرف في لبنان كيف تصنع التطرف في لبنان هناك من يؤخذ ويحكم ويسجن لسنوات عشر ثم بيطلع براءة وهيدا ما في حدا يعود له هيدا بده يصير يحبك هناك من سجن قبل تأسيس تنظيم الدولة الإسلامية بسبب خاتم لا اعملك من يصنع التطرف لا ابرر التطرف هناك من سجن بسبب خاتم عليه نقش النبوة محمد رسول الله قبل انشاء تنظيم داعش وبعدين بس انشأوا تنظيم داعش وهو بالسجن قال له انت مع داعش قال له مين داعش هيدا قصص كلها موثقة وليس كلاما في الهواء هيدا القصص مظلومية أهل السنة في السجون ثابتة بالمستندات والدلائل والوثائق وتكلم عنها امين عام حزب الله في لبنان هيدا وين تنحل تنحل هكي بتنحل بالتجييج المدحبية وطاقية تترابع هلا شو كان فيه تترابع بس سؤال أنا هلا شو كان فيه واجب منه شو كان فيه اي جهاز امني كبته لحسين حتى يجي طلع يتطرف معه للمغني او الشيخ او ما باعرف شو اسمه لي كان موجود ويقوله انت كافر ويكافر يا حسين التصارفات اللي عم تتصرفها جزء منا متطرف انت عم تبرر اللي تطرف أنا معك انه فيه ظلم بالسجون تجاه انا بترابوس بس ما فيك تمارس هيدا السياسات وهيدا الكلام وانا بتتطرف لانه يتدعي الاسلام شخ دق ما بدي اتهمك بسؤالة بشكل مباشر حطرتك بتغرد وادائك هو اداء متطرف في ارهاب ... التجيش السنة شو هو في ارهاب ممضوح نعم في إرهاب مزموم في إرهاب ممدوح؟ الإرهاب، إرهاب لا نريدونا Firstان لا ممدوح م tenido hooked بالسبوع المقاومة اللي ما بتدفع النفسك بالجنوب هذها إرهاب ممدوح ولا مزموم؟ هذا ما ينقوا إرهاب بالأساس عنا هو الارهاب المزموم يفعلوه الهندوس بالمسلمين مثلا التعريف اللغوي غلط هيدا مش ارهاب يعني هلا بفلسطين هيدا بفلسطين اللي عم نحكي عن التطرف التطرف ليس فقط محصورا بالتطرف الاسلامي هناك تطرف مسيحي ايضا بدي اسألكن ابونا عن التطرف المسيحي عن عدم تقبل الاخر عن الممارسات الخائعة عن الشازة في المسيحية وين حرق القرآن الكريم اليس تطرفا وقت اللي بيكون الموضوع مستند على نص كتابي شيء وتصرف شخصي شيء اخر ممارسات شخصية طبعا هيدا واضح لم يتبنى اي احد اي كنيسة اي بابا اي كاهن اي خوري من كل الكنائس ما فعله اللي رسم الكاريكاتور او القص لم يتبنى اي احد ناين اليوم بالرغم من كل شيء وبالرغم من كل الصراعات آتيني بوعظة واحدة بخطبة واحدة مسيحية من كل الكنائس دون استثناء تحد على القتل او على العنف او على التطرف او على عدم قبول الاخر معني اعطيني خارج اطار السياسي انا اتكلم دين خارج اطار السياسي انا عم يستفزني خطاب البترك خارج اطار السياسي ما هيدا بولد زي عنوف لا خطاب البترك لا يدخل بالامور الدينية ما هو عم بغطي بالامور لا ابدا 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 لا مالت يدعو لقتل الناس ابدا ابدا كل جماعة تقوم اول ناس بكونوا ضدهم المسيحيين وبعطيك اكتر من مئة مثل وقت اللي طلعت فرقة مياس نحنا عنا الف وثلاثمائة وستين كاهن بالبنان تقريبا اثنين كانوا ضدها والالف ومئتان وثمانة وتسعين كانوا مع وهن اللي وقفوا ضدهم بعطيكي شغلة تاني نحنا اول ناس منحارب التطرف واللي منعلمه بخطبنا وبكنيسنا وبجرد ما نقوله في السر نقوله في العلم منزرع بولادنا الحب والغفران والاحترام ومنزرع بولادنا محبة الوطن ومحبة الارض واحترام الاخر كل هذه المفاهيم نقولها في السر ونقولها في العلم شكرا للك التطرف الديني والفن بعد الاعلان احمد حسين اللي عم تقدمه اليوم بالفن حرام ام حلال حرام 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 انا ما بعرف كيف بعضهم هالفنانين مكملين يا انا ما بعرف يمكن انا هيدا اختبار شخصي بخصن لقلي الفنين احمد حسين انطلق بمسيرته الفنية بخطوات سابتي فنين مؤمن بفنه ودوراته وفنين مش اكيد اذا التزامه الديني بيحرمه يكمل مسيرته الفنية احمد حسين عم بيفتش على قرار نهائي بين الفن والالتزام الديني الفنين احمد احسين فنين ناجح مؤمن ملتزم بكل الفرائد الدينية سأل عن فرضية التناقض بين الفن والايمان ورح نشوف اذا لقى الجواب اللي اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك حضرتك فنين عندك صوت حلو بتغني مؤمن ملتزم الحمد لله بتصلي بتصوم كل هيدا الامر طبعا طبعا علاقتك بينك وبين رب العالمين ولكن عايش صراع بين انك تعتبر الفن حرام بين انك تكمل اه تغني سألنا كتير من علماء الدين من شيوختنا في عندي شيخ انا بيعتبره هو المرجعي لقلي بداياتنا ارد علي بطريقة شو قالك حرام بالطريقة اللي عم بيتقدم فيها الفن بالوقت الحالي انت عم بتقدم فن بطريقة حرام انا ما قدمت لحد ديت هلا انا كل شي عملتوا بحياتي اني قدمت على برنامجين للمواهب لهن The Voice وسوبرستار وين بتغني احمد انت مقاهي للي ابدا اه لاني مطاق يعني حفلات عائلية بتكون عائلية بامتياز اي بغني فيها ممكن يكون في شرب انت وعن بتغني ببعد شو عرفك جرب قد ما فيني اني ابعد شو عرفك اه قعد عكل طاولة انت حتى تكون معيك صريح انو انا ما غنات لا غنات اه اه ما احنا بنا هي بشر كلنا بنخطأ وايكن بعض الاحيان بتكوني مضطرة والظروف جابرتك غصب شو اللي ما يخليك تكون مضطرة اذا ايمانك قوي ولا يتزعزع ما عندي مبقى انا عم جرب احكي اللي احنا عم نعيشه انت بحالة ضياع او غير هيك نحنا احنا بنحنا بشرة بنخطأ انت عم بتمارس امور غير مقتنع فيها ومقتنع انه حرام بس كرمال المال يعني فيه مصلحة بهيدا الموضوع مي بالمية انت عم تبعد عن ربك لانت مقتنع انه الغناء حرام كرمال انك تعيش صح صحيح لانه لهلأ بعدني انا عم فتش على البديل والشيوخة قالولي ليس حراما والشيوخة قالولي حراما قناعتك من جوا شو بتقولك شخصيا بحس انه الفن اللي عم يتقدم هلأ اذا بدو يتقدم بطريقة مبتزلة يمكن اذا بتقدم الفن بطريقة كلمة مؤدبة ما بتخليك تروحي بفكرك لمكان تاني ممكن انا بقناعتي الشخصية ممكن يكون مش حرام احمد حسين اللي عم تقدمه اليوم بالفن حرام ام حلال حرام 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 الفن كليا الفنان فضل شاكر اعتزل الفن ورجع هلأ عمد غني شو رأيك باللي عنه هيدا الشي بيرجع له ما فيني انا ما بعرف شو اللي خليه يرجع انا شخصيا كتير مبسط طلو لما سمعت انه اعتزل ادهم ان ابلسي اعتزل طبعا وراح على الاناشيد الدينية وعلى القرآن الله يوافق وهنياله تتمنى تكون مثله اكيد وبامتياز ولكن يعني ادهم ان ابلسي الله يرزقه يعني اسس حاله ادير اتوح على المادي علاقتنا مع رب العالمين غير مشروطة اتوح هارجعلك على هيدا المبدأ انه رب العالمين بيقول من ترك شيئا لله عوضه به خيرا وانا بإذن الله ها امشي على هيدا المبدأ اي متى تلحك الاعتزال هيدا الحلقة تحديدا هتأثر عليه سلبيا كتير على شغلي هل تعلن اعتزالك احمد احسان الفن في هذه الحلقة من فوق 18 بهيدا الحلقة لا ولكن بعد الحلقة ايه كنت حابب يعني تأكد اكتر اسمع من فضيلة الشيو خطنا انا اذا كان حلل او حلق اذا عندك سؤال اول شي يجب ان يكون ما عندك خلل بعقيدة الحمدلله ما تخلل المبدأ صدقني موجود صحيح الرزاخ هو الله وانا عبد الله يجب ان تعتقد انا رزقك في السماء وما توعدون وما توعد وما توعد صحيح فانا برأيي توقّر الله عز وجل وقل له يا رب لوجهك الكريم ترقت له هذا السبيل واترقته الى سبيلا اخر اخذ منه رزق الحلالة هذا واحد بالنسبة لا استاذ فضل شاكر طبعا انا حسب ظنّي ما بعلمالي حق احكي عنه او هذا حسين بيحكي حسين بيحكي حسين مدفع الاول على صدق والشاكر لتغيير صورته التي وردتو فيها بقصة الارهاب مارهاب وغير ذلك عندك ادهمني بسي مسل طيب وعد الى اخرين الله يبارك فيه شكرا اشتركوا في القناة برشاكل